اختتمت فعاليات جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار من أجل خدمة الإنسان وجائزة الإمارات للروبوت في خدمة الإنسان بفوز أربعة متسابقين بالجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها مليون درهم عن المنافسة الوطنية ومليون دولار عن المنافسة الدولية حيث سلم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي حيث سلم الفائزين جوائزهم بحضور جماهيري واسع بعد يومين من منافسات الدور النصف النهائي والتي شارك فيها أربعون متسابقا في كلا المسابقتين معي هنا في الستوديو رئيس لجنة التحكيم ورئيس جامعة دبي دكتور عيسى البستكي مساء الخير أهلا بك معنا مساء نوريا مرحبا دكتور عيسى دعنا نتحدث بداية عن أهمية هذه الفعاليات وإلى أي درجة هي مفيدة جدا في موضوع الابتكار فيما يتعلق بدولة الإمارات والتي لطالما كانت تسعى إليه طبعا في الحقيقة الابتكار ضرورة من أجل البقاء لأننا دائما نخطل لما بعد البترول إذن من الضروري الاهتمام بالابداعات والابتكارات وتصنيع هذه الابتكارات في الإمارات بمعايير عالمية لنصدرها للخارج إذن الابداع والابتكار هو اللي سيؤدي إلى مستقبل باهر ومستقبل مستدام واليوم عندما يتم بحضتك رئيس لجنة التحكيم ما المعايير اللي على أساسها بيتم الاختيار؟ وهذه المرة طبعا نتحدث عن أربعة فائزين ومفروض كانت اثنين نعم في الحقيقة طبعا هناك العام الماضي جائزة كانت جائزة الطيارة بدون طيار فقط للجائزة الوطنية والجائزة العالمية أما السنة هذه فأضفنا أيضا جائزة الروبوت والذكاء الاصطناعي أيضا جائزة وطنية وجائزة عالمية هناك معايير طبعا هم شيء أربعة معايير عندنا قبل النهاي مرحلة أولى مرحلة ابتدائية في معيار التقني معناه الدقائق الأمور في موضوع التقنية والتصميم والذكاء الاصطناعي المستخدم المرحلة الثانية كيفية استخدام هذه الروبوتات أو هذه الطيرات بدون طيار لخدمة الإنسان إذن خدمة المجتمع خدمة التعليم خدمة الصناعة خدمة البناء خدمة الصحة خدمة إدارة الكوارث كل هذه الخدمات ننظر إليها المعيار التقنيات فيها كيف تخدم الإنسان نعم والمعيار الثالث قبل نهاية قبل يومين حصل هذا نرى أسلوب عرض الحاسوبي للشخص هذا أو للمجموعة والمعيار الرابع العرض الحي لهذا الجهاز أو هذه الطيارة بدون طيار العرض الحي يعني لتترقب ماذا عملية تخدمه لأن إحنا ننظر إلى المخترع أو المبتكر شيء ابتكاري يجب أن نرى هل هذا سيعمل ولا لن يعمل إحنا شغلنا نعرف التقنيات والقيم بعدين هل فعلا هذا الذي يدعي هل فعلا يعمل بما هو يدعي وعندما نرى أن هذا فعلا صح يوافق هذا الادعاء فنعطيه جائزة بناء على فوزه لأي مدى كانت المنافسة قوية مع أنه ليس بالسهل الموضوع نتحدث عن تقنيات عالية جدا ومهارات يجب أن تكون العام الماضي كان في 800 مشاركة من 57 دولة هذه السنة في الطيار بدون طيار 2017 مشارك من 165 دولة إذن المنافسة كانت في أوجها يعني فعلا كانت قوية وخصوصا في القبل النهاي العشر قبل النهاي في كل فئة المنافسة كانت شديدة وصعبة الاختيار ولكن الثلاثة في الجائزة النهائية فعلا كان صعبة كل مبدع وكل مشارك كان يستحق أن يفوز ولكن الفائز كان فعلا على استحقاك أكثر من غيره حتى الدرجة النهائية كان في فرق بين الأول وبين الثاني والثالث طيب دكتور عيسى إلى أي درجة اليوم مهم ما تقوم به الإمارات هذا الحيز الكبير الذي توليه للتقدم التقني مهم لتحفيز الفرض وفي نفس الوقت لسورطة أمام العالم الذي تقدمها هذه الصورة يعني اهتمام وهذا التقدم الكبير التقني وبنفس الوقت لا تنسى الإنسان وخدمة الإنسان لو تحدثنا حتى عن طائرات بدون طيار وما إلى ذلك لو نفند الجائزة هي جائزة وطنية وجائزة عالمية الجائزة الوطنية هدف الجائزة الوطنية نشر الوعي وأيضا تحفيز الشباب إلى الابتكار وبعدين صناعة محلية بمواعير عالمية أما الجائزة العالمية نعمل نوع من التوعية للعالم لنحن موجودون هنا ونحن أيضا قادرون على منافسة العالم وفي نفس الوقت تعالوا ونافسونا هنا إحنا نستفيد أنه ممكن نستفيد من التقنيات الموجودة وحتى ممكن نستثمر في هذه التقنيات مثلا في حصل في مشروع من مشاريع هناك مناقشات حل ممكن مؤسسة معين تستفيد من هذا وفعلا قريبا تسمعوننا أخبار كويسة إذن نحن هنا العالم سيدرك أهمية أو الدول العالم سترك أهمية هذه الجوائز وتدرك أنه يجب أن تشارك في الدولة وأيضا ستعطي للدولة كما الدولة تحب أن تعطي للعالم خدمة الإنسان هذا شيء أساسي نحن كدولة الإمارات العالم كل ينظر إلى دولة الإمارات إن الدولة تهتم بالسلم من الأساسيات الدولة إذن نحن نحب أن نخدم الإنسان حتى مبادرات الشيخ محمد فراشر المكتوم حفظه الله كل مبادرات إنسانية المبادرات الدولية التي عملها كل مبادرات إنسانية بمعنى آخر نحن نريد أن نصل إلى الإنسان ونخدم الإنسان لأن إذا علمنا الإنسان وخلينا هو يعتمد على نفسه معنى إحنا كل الكوارث أو النزاعات الموجودة ستقل بسبب هذا تحسين الاقتصاد لكل أولا أنا أشكرك جزيلاً على وجودك معنا في السد يعطيكم ألف عافية رئيس لجنة التحكيم ورئيس جامعة دبي دكتور عيسى البستك دكتور عيسى البستك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر